بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الثالث الابتدائي لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى عن درس جديد وهو تلاوة صورة المعارج ولكن قبل أن نبدأ في تلاوة هذه الصورة المباركة تعودنا إخواني وأخواتي أن نذكر أنفسنا بآداب تلاوة القرآن الكريم فمن آداب تلاوة القرآن الكريم أن يكون الإنسان على طهارة وعلى وضوء عند مسه لكتاب الله عز وجل أيضا من الآداب أن يستعيد بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عند بدء القراءة وأن يبسمل عند بدء الصورة كذلك من الآداب أن يرتل ويحسن صوته بالقراءة كذلك من الآداب أن يتدبر ويفهم معاني الآيات التي يتلوها أو يحفظها وهذه الآداب من الهدي النبوي الذي كان عليه رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه عند تلاوته للقرآن الآن إخواني وأخواتي أريد منكم أولا فتح المصحف على صورة المعارج وهنا سنبدأ بإذن الله تعالى في تلاوتي هذه الصورة من الآية الأولى وحتى الآية العاشرة بحول الله تعالى فدعونا نبدأ إخواني وأخواتي مستعينين بالله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا بارك الله فيكم إخواني وأخواتي وبعد أن تلونا سويا هذه الصورة المباركة من الآية الأولى وحتى العاشرة بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما بارك الله فيكم إخواني وأخواتي وبعد أن استمعنا وإياكم إلى القارئ دعونا الآن نعود إلى الآيات في قوله سبحانه سأل سائل هنا مد ما نوع المد؟ أحسنتم مد متصل لماذا؟ لاتصال المد والهمز في كلمة واحدة ما حكم المد المتصل؟ أحسنتم وجوب المد وجوب المد بمقدار أربع حركات أيضا من الأحكام هنا في قوله سائل بعذاب هنا تنوين أتى بعده حرف الباء والباء حرف ماذا؟ أحسنتم حرف إقلاب وهنا نقلب التنوين ميمن فنقول سأل سائل بعذاب سائل بعذاب إذن هنا قلبنا التنوين ميمن بسبب حرف الباء أيضا في قوله بعذاب واقع تنوين أتى بعده حرف الواو والواو من حروف أحسنتم الإدغام بغنة إذن هنا إدغام بغنة في قوله سبحانه له دافع هنا مد ماذا؟ أحسنتم مد صلة صغرى مد صلة صغرى بسببها الكناية ومد الصلة الصغرى قلنا أنه يمد بمقدار حركتين فقط ولا يتعدى ذلك وقوله سبحانه الملائكة هنا أيضا مد ماذا؟ أحسنتم مد متصد مد متصل وقوله سبحانه وتعالى في يوم كان تنوين وبعده حرف الكاف الكاف من حروف أحسنتم من حروف الإخفاء من حروف الإخفاء إذن هنا التنوين حكمه الإخفاء بغنة كذلك في قوله سبحانه وتعالى إنهم يرونه ميم ساكنة أتى بعدها حرف الياء فما هو الحكم للميم الساكنة؟ أحسنتم الإظهار لأن الياء من حروف الإظهار في قوله سبحانه إنهم هنا النون مشددة وحكم النون المشددة أحسنتم الغنة بمقدار حركتين إنهم إذن غنة بمقدار حركتين أيضا من الأحكام هنا في كلمة السماء فإن المد هنا أحسنتم أيضا مد متصل لاتصال المد والهمس في قوله سبحانه وتعالى حميم حميما تنوين أتى بعده حرف الحاء والحاء من حروف أحسنتم الإظهار فنظهر هنا التنوين إظهارا كاملا فنقول ولا يسأل حميم حميما حميم حميما إذن أظهرنا التنوين الآن إخواني وأخواتي بعد أن أخذنا أهم الأحكام التجويدية ننتقل لمعاني الكلمات قال سبحانه سأل سائل بعذاب واقع أي أن أحد المشركين دعا على نفسه وقومه بنزور العذاب ثم قال سبحانه للكافرين ليس له دافع أي أن العذاب سيكون للكفار ليس له مانع يمنعه وقوله سبحانه من الله ذي المعارج أي من الله سبحانه ذي العلو والجلال أي أن هذا العذاب يأتي من الله سبحانه وتعالى وقوله سبحانه يوم تكون السماء كالمهل أي يوم تكون السماء سائلة مثل حثالة الزيت وقوله سبحانه وتكون الجبال كالعهن يعني هذه الجبال العظيمة تكون كالصوف المصبوغ المنفوش الذي ذرته الرياح وهذا كله في يوم القيامة ولا يسأل حميم حميما أي ولا يسأل قريب قريبه عن شأنه لأن كل واحد منهما مشغول بنفسه إذن إخواني وأخواتي هذا ما لدينا في هذا الدرس وبإذن الله تعالى نستكمل تلاوة هذه الصورة بإذن الله في الدرس القادم نلقاكم على خير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته